خناءة لطيفة أوي بين اتنين سفحين اتنين بيتسرعوا وبيتسبقوا وكل واحد فيهم شايف نفسه انه التاني اكتر منه جورمان واحد منهم قاتل دموي والتاني قاتل دموي لكن واحد قاتل دموي بشرطة والتاني قاتل دموي بشرطتين منهم دول واحد صهيوني معاه جنسية معاه ديانة يهودية والتاني عثمان لي معاه ديانة مسلمة لا دا يهودي ولا دا مسلم تاني نتنياهو اللي هو يهودي انا بقول انه مش بالتأكيد على الديانة يهودية بالتأكيد ده صهيوني لها مولوي وصاحبنا مولود جويش اغلو واردوغان خناءة بينهم الاتنين ايه اللي حصل وزير خارجية مولود اللي كان في الصورة دلوقتي اللي كان قاعد فيه مع مع خالد المشري النهاردة هاجم مين؟ هاجم نتنياهو لان نتنياهو هاجم اردوغان دا الموضوع بالزبط جدا قال ايه؟ كان صاحبنا نتنياهو كتب تغريد قال فيها اردوغان الذي يحتل شمال قبرص وجيشه يزبح النساء والاطفال في القرى الكردية داخل تركيا وخارجها لن يعطينا دروسا في الاخلاق اهي ده مين اللي كاتب الكلام ده بن يامن نتنياهو بالعرب اردوغان ده صهيوني برضو خدوا بالكو احنا بنهاجم اردوغان اللي بيداعي انه مسلم وبيداعي انه حرية لا يقل فداحة ولا يقل وقاحة عن هذا الصهيوني بن يامن نتنياهو قولا واحدا مش هنقعد بقى نقول لنا صديقنا وده حبيبنا واردوغان ده مسلم لفنا معاه وده يهودي لا على فكرة الاتنين اوسخ من بعض اهو بن يامن نتنياهو الاردوغان الذي يحتل لشمال قبرص وجيشه يزبح النساء والاطفال في القرى الكردية جبناك الصور ابل كده على الهواء داخل تركيا وخارجها لن يعطينا دروسا في الاخلاق ده مين اللي قال ده النهاردة هذا الكلام ده من يامن نتنياهو تعالوا نشوف مين اللي دافع دافع مولود جوش اغله عن معلمه عن اردوغان وقال انه رئيس الوزراء الاسرائيلي قاتل بدم بارد في العصر الحديث ومسؤول عن مقتل الاف الابرياء من ابناء الشعب الفلسطين والوزير التركي قال ان بلاده لن تتوقف عن كشف الحقائق مبينة ان نتنياهو قصف الاطصال الفلسطينيين وهم يلعبون على الشواطئ وزود جوش اغلو تغريدته بصور للموز المقاومة الفلسطينية طيب طيب انا معلش سريعا بس هقول للناس الخناعة بين مين ومين بين تركيا وبين اسرائيل بين تركيا وبين اسرائيل بيقطعوا فعب بيقول له انت قاتل للفلسطينيين يا ابن ستين في سبعين والتاني بيقول له انت قاتل للاخراض يا ابن ستين في سبعين هما الاتنين قاتلين يعني هما الاتنين قاتله طيب انا بسأل بقول يا عم جويش يا عم اردوغان مش انت صادق يا عالم يا خلق هو اللي في العالم كله مصدقين اردوغان طيب ما تقطع لقاتك مع اسرائيل يا عم أدرد السفير يا حبيبي أدرد السفير يا حبيبي طب وريني مرجالة الأطراك ورصاصة واحدة على إسرائيل رصاصة واحدة على إسرائيل حلو الهجوم وحلو الشتاين لأن تعلمنا الأخلاق أخلاقنا أخلاقنا أخلاق شغال أردوغان والناس بتسقف تقولك أمير المؤمنين يعز أنا بقوله يا أمير المؤمنين ألم تتبقى معك رصاصة واحدة تطلق على بني صهيون ألم تتبقى معك رصاصة واحدة تطلقها على من أسر المسجد الأقصى ألم تبقى معك رصاصة واحدة تطلقها على من نقل سفرته إلى القدس هو ده كلام ده كلام أنا بسأل بس الاثنين بقول الحرب اللي موجودة والسطراع اللي موجود حلو قوي عشان الخرفان والنعاج يقولك بيدافع عن الإسلام وبيدافع عن الفلسطينيين بقولهم أنت وجوها لا لأنه هم الاثنين قتل نعم هم الاثنين محتلين نعم ده محتل فلسطين وده محتل أراضي في سوريا والعراق وفي قبرط الشمالية لا خلافة بينهما مفيش فرق منهم الاثنين لكن تاني بقول أنا بكلم اللي بيزايد بقوله في تركيا يلا وريني ونمشي وراك بكرا الصبح حرك جيشك التركي اللي هو تبعي الناتو يروح يضرب رصاصة واحدة على إسرائيل واحدة على إسرائيل هتحد أن تركيا تضرب رصاصة